موسيقى وعلى كل حد منذ سنوات طويلة ونحن ننادي إلى ضرورة إعادة تأهيل للعديد من الفضاءات للعطيقة بمدينة الطنجة لأنها أصبحت مهددة بتداعي وبالتصدعات وبالانهيار خصوصا بعد بيوتات القديمة المنتشرة في كافة الفضاءات العطيقة لمدينة الطنجة وبعض المعالم التاريخية الشاهدة على الرصيد الحضاري الذي تمتلك هذه المدينة يعني مدينة الطنجة من بينها مثل اندر نياذا المندوبية سجن القصابة برج الحمام إلى آخره منها وبعض الظر السينما التي لم تتحول إلى متاجر أو إلى قصريات كما هو الشأن بالنسبة لسينما الكازار بعد أن يعني تم محو السينما كابيتول التي كانت تقابلها يعني فضاء اللي يعتبر يعني العاصمة السينمائية للطنجويين العاشقين للسينما يعني الباب تيترو تم الإجهاز على كابيتول وعندما تداعت زدران وهوى سقف سينما الكازار لحسن الحظ أن المرحوم نوردين سايل بتنسيق معه للوالي الأسبق السيمو حمد حصاد يعني تمكن معا من إنقاذ هذه القاعة والتي هذه القاعة السينمائية والتي أصبحت في حلة زاهية وجميلة بالمناسبة نتمنى أن يطلق اسم نوردين سايل على هذه القاعة السينمائية لأنها القاعة التي نهل منها نوردين سايل رحمه الله ما شاء له من الأفلام السينمائية العالمية التي كانت تعرض بهذه القاعة السينمائية التي أصبحت ضمن هذه العملية لإعادة تأهيل لبعض فضاءة مدينة طانشا يعني استفادت من هذا التأهيل بكيفية جميلة ورائعة معظم الفضاءات التي أتجول فيها يعني يتملكني إحساس بالفرحة وبالغبط وبالانتشاء وبمزيد من العشق لهذه المدينة لمدينة طانشا وما كنا في الواقع نتصور بأن هذه المدينة ستحضى بكل هذه العناية بكل هذه العناية يعني شيء مذهل لم أكن أتصور في حياتي أن عملية تأهيل والترميم وإعادة تأهيل ستطال يعني الفضاء العتيق بكامله بالنسبة لمدينة طانشا هناك بعض الفضاءات التي انتهى عمل الترميم بها والإصراح وهناك بعض الفضاءات الأخرى التي ستعرف يعني نفس الترميم الذي عرفته بعض الفضاءات أخرى الذي نتمنى هو أن بعض الفضاءات التي نتمنى وأن تلقى آدان صغية وأكيد أن ربما لأن أكيد أن ستحضى بهذه العناية مثل مثلا سينيمافوكس سينيمافوكس التي تعتبر من القاعدة السينمائية القديمة الموجودة يعني الكائنة بسوق داخلي بسوق داخلي في منعرج كانت توجد في منتهى هذه السينيمافوكس سينيمافوكس هي الوحيدة أظن التي نتمنى أن تخضع للترمين في انتظار ما سيعرفه مسرح سربانتس من ترمين من ربما سيتطلب إمكانية كبيرة جدا لإعادة الحياة لهذا المسرح الذي تأسس عام أرض عام 11 بهندسة معمارية خارقة للعادة والشيء الذي جعل العديد من الفرق العالمية الكبيرة والعديد من الممثلين يعني يتقطرون على هذا المسرح من أجله تقديم الحفلة الموسيقية الراقصة والمسرحيات إلى آخرهم فعلى كل حال أنا سعيد جدا وقمت منذ قليل بجولتين عبر الفضاء التي لم أزورها ربما منذ شهر أو شهرين فوجدتها في حلتين زاهية بالخصوص هذا الفضاء الذي يوجد فيه برج الحمان وهذا المتداد للحي القصبة الذي يؤدي بنا مباشرة إلى الباب البحر وإلى متحف القصبة وكذا يعني حتى السجن القصبة تم ترميمه بكيفية جيدة وما أتمنىه بالتالي هو تفعيل كل فضاء من هذه الفضاءات بما يليق به فمثلا نعلم بأن دار نياذة يعني كانت بمثابة الخارجية الدولية نتمنى أن يكون فضاء لدور الذي لعبه المغرب في المجال الدبلوماسي إلى آخره برج الحمان يعني نتمنى أن يتحول إلى ذاكرة لأحد الرحال المدهلين لهو ابن بطوطة ابن مدينة الطانش أو هكذا يعني كل فضاء يجب تفعيله بما يليق به يعني بهويته الأساسية واختيار يعني المسؤولين والمسيرين الأكفاء الذين باستطاعتهم أن يقوموا بهذا التفعيل ولا ننسى فيلا هاريس فيلا هاريس طبعا كانت هي السكنة يعني لشخص ما زلت لحد الآن أستغرب عن الأدوار العميقة التي كان يقوم بها وهو وارتر هاريس طارت المراسل لصحيفة بريطانية وكان قريبا من القصر الملكي في الفترة في الحكم المولى عبدالعزيز إلى آخره وتم اختطافه من ريسوني كذلك وطالب بفدية كبيرة من أجل إطلاق سراحه هذا الرجل هذا المواطن الإنجليزي استقر بمدينة طانجة ومن بين المقرات التي سكنها كان هذا فيلا هاريس الذي يوجد في منطقة المالابا وترميمه أدالة كثيرا خصوصا عندما تحول إلى متحف للفنون تشكيلية يعني معظم اللوحات لكبار الفنانين تشكيليين مغاربة تجدهم يعني هذا الفضاء من اللحي من الشرقاوي من الغرباوي إلى آخره من الرباطي إلى آخره من الفنانين تشكيليين الكبار يعني هذا غيظ من فيض في هذه التدعية السريعة فيما يتعلق بانطبع أول حول هذه العملية الكبيرة والمذهلة التي تعرفها مدينة الطنجة سواء بالنسبة لتأثيس وتجميل العديد من الفضاءات وإعادة وتأهيل وإعادة تأهيل يعني معظم الفضاءات المرتبطة والمدينة العتيقة ككل وعلى كل حال من المعلوم أن مدينة الطنجة كانت تتوفر على مقاهي شعبية ولكل مقهى خصوصية أما كان كل مثلا مقهى الحافى لها خصوصيتها مقهى المكينة لها خصوصيتها وبعض المقاهي الأخرى الكثيرة يعني سنترال ومقهى تنجيس إلى خيره الموجودة يعني في السوق الداخلي وأتذكر يعني أنا عندما كنت طفلا صغيرا يعني تلك الأصداء التي كانت تصلنا عن هذه المقاهي فبتلا عندما تمر بمحادات مقهى المكينة لابد أن تريد إلى أسماعك تلك النغامات الموسيقية الأندلسية وهذا وهذا ما في هذه المقهى كان يعني يرتادها مولي أحمد لكيلي محمد العربي السمساماني الأخير كذلك بالنسبة لمقهى الحافة مقهى الحافة التي تأسست في أوائل العشرين نيات من طرف هذا الشخص الرائع الطيب رحمه الله اللي هو محمد علوش يعني كيف أن معظم الشخصيات المعروفة في مدينة طنجا كانت تجد ملادها في هذه المقهى بل أكثر من هذا مثلا أستاذ عبدالله قنون كان من رواد هذه المقهى فول بولز الكاتب الأمريكي الكبير كان من رواد هذه المقهى بل أكثر من هذا الأمير شاكيب أرسلان عندما حط الرحال هنا بمدينة طنجا أعتقد في الأربعينات وكذا يعني كان رافقه عبدالله قنون إلى هذه المقهى وحكى لي محمد علوش أنه هو الذي يعني هيأ كأس شاي منعنع أو معشد لهذه الشخصية الفدة اللي هو الشاكيب أرسلان كيف ستعود الحياة إلى هذه الفضاءات صعب جدا يعني المقاهي التي كانت تتميز بهذه الخصوص هي لا أظن أن سيعود إليها ألقها باستثناء بعض المقاهي التي تحولت إلى صارونات أدبية أو يعني أو يرتدها بعض المتقافين أو التي تنظم من حين لآخر يعني اللقاءات ثقافية أماسي شعرية أو حفلات موسيقية يعني شيء ربما يبعث على الغطة ولكن المتفق معك أن العديد من السياح الأجانب يعني كانوا يرتدون هذه المقاهي المنتشرة طبعا في الفضاءة العتيقة لمدينة طنجة الآن مدينة طنجة تسعت وصارت مدينة دولية بامتياز يعني ربما تفوق بعض المدن الموجودة في القارة الأوروبية يعني مدينة طنجة تحولت تحولا جدريا يعني نظرا للإنجازات التي تحققت بها من ميناء طنجة المتوسط للقطار السريع يعني التجيفي الفنادق الفخمة إلى آخر فبالنسبة لي يعني طنجة تحولت إلى مدينة متوسطية تنافس بعض المدن الأوروبية إضافة إلى المراكز التقافية يعني البنية التحتية التقافية المذهلة يعني كما وشاء بنسبة لي قصر التقافة والذين تمنى أن يسرع في أنشطته الفنية والثقافية قريبا جدا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسوش